أهلا بكم مشاهدين مجددا قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة يدرسون رد حماس على اتفاق إطار لها وجاء في البيان أن رد حماس الذي نقله الوسيط القطري إلى الموساد والمسؤولين المشاركين في المفاوضات يتم تقييم تفاصيله بدقة هذا وأعلنت حركة حماس تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن في الدوحة قال إن رد حماس في مجمله إيجابي فيما قال بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل إنه سيناقش الاقتراح في تل أبيب وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن الهدنة ستستمر أربعين يوما على الأقل ستقوم الفصائل الفلسطينية خلالها بإطلاق صراح المدنيين من بين الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة ثم يأتي في مرحلتين لاحقتين تسليم الجنود والجثث مقابل إطلاق صراح فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية وأكد قيادي في حماس لرويترز أن الحركة لن تتزحزح عن موقفها المتمثل في عدم إمكان تحرير الرهائن إلا إذا انتهت الحرب وانسحبت القوات الإسرائيلية من غزة استلمنا ردا من حركة حماس بشأن الإطار العام لاتفاقية الأطراف بشأن ما يخص الرهائن يتضمن الرد بعض الملاحظات على الإطار ولكن في مجملة رد إيجابي على الإطار ولكن نظرا لحساسية هذه المرحلة لا يمكننا الخلط في التفاصيل ويدعونا هذا الرد للتفائل وتم تسليم الرد للجانب الإسرائيلي سوية مع قطر ومصر طرحنا مقترحا جديا موسعا أكثر من الاتفاقية السابقة حماس ردت على المقترح ونحن نراجع الرد وسنعرضه على الحكومة الإسرائيلية لكن هناك الكثير لفعله وللحديث أكثر ينضم إلينا من رمال الكاتب السياسي خليل شهين أهلا وسهلا بك سيد خليل معنا في هذه النشرة الوسيط القطري يصف رد حماس بالإيجابي بايدن يقول إنه مبالغ فيه هل ذلك يعني استعصاء الوصول إلى اتفاق ما أم أنه سيكون هناك سقف زمني محدد للخروج به ربما يكون هناك سقف زمني لإعادة أو استئناف المفاوضات إذ أن الرد الذي قدمته حركة حماس والذي توافق عليه الفصائل الفلسطينية الأخرى يقدم المزيد من التفاصيل كما قالت إسرائيل نفسها أن هناك رد مطول وفيه الكثير من التفاصيل وهذا على ما يبدو فاجأ الجانب الإسرائيلي لذلك وجدنا تصريحات وإشارات متناقضة يوم أمس من الجانب الإسرائيلي وكأنهم لم يتوقعوا مثل هذا الرد وهو الأمر الذي يجبر إسرائيل على الدخول في مناقشة التفاصيل لكن من حيث الجوهر أعتقد أن الطرفين الأمريكي والقطري وإضافة إلى الجانب المصري على الأرجح أنهم رأوا جانبا إيجابيا في رد الفصائل الفلسطينية لأنه يقترب من التعامل مع المقاربة التي طرحت في اجتماع باريس وهي مقاربة المراحل والتدرج والتدحرج أيضا بمعنى أن كل مرحلة يمكن أن تنقل إلى مرحلة أخرى وتبني عليها بشكل التراكمي يؤدي في نهاية المطاف وفق الرؤية الأطراف التي شاركت في اجتماع باريس إلى خلق دينامية من المفاوضات حول مختلف المنفات وكذلك خلق حافز يملع إسرائيل من الاستمرار في العمليات العسكرية في قطاع غزة لكن من الواضح أن الفصائل الفلسطينية تريد تسمية الأمور بمسمياتها بمعنى من بدل من الاستمرار كلمة عودة الهدوء يجب أن ينص اتفاق الإطار على وقف إطلاق النار هذا الأمر إذا كانت الفصائل الأطراف المطامنة تريد تحقيق سيد خليل قلت نقطة ملفتة بأنه ربما المفاجأة كانت في تفاصيل رد حماس والرد الآن أصبح في يد الجانب الإسرائيلي برأيك كيف ستتعامل تل أبيب مع هذه التفاصيل؟ هل ستكون عرق لماء أم ستغض الطرف عن بعض الجزئيات التي جاءت في الرد؟ يعني الشيء المؤكد أن إسرائيل لا تزال تحضر لانتقال إلى عمليات عسكرية جديدة يعني في خطاة غزة المهم أن نراقب السلوك العسكري لإسرائيل وليس فقط ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون رغم أنهم يقولون بأن المرحلة القادمة هي مرحلة الانتقال إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ولذلك لا يوجد مؤشرات على الأرض في الميدان توحي بأن إسرائيل بصدد وقف إطلاق النار خلال الفترة القريبة القادمة نحن نتحدث عن أسبوع إلى أسبوعين على الأرجح أنهما سيشهدان مزيجا من المفاوضات والعمليات العسكرية تحاول من خلالها إسرائيل الضغط العسكري بشكل أكبر على الكتلة المدنية في قطاع غزة ربما سيد خليل قد تكون تهدئة هدنة لمدة معينة إطلاق صراح محتجزين من قبل حماس وأسرى من قبل الجانب الإسرائيلي ولكن دون الحديث عن إطلاق صراح لجنود وأسماء معينة حددتها حركة حماس كالبرغوثي وغيرها وبالتالي نحن أمام تهدئة لمدة معينة ثم استئناف القتال نعم هي هذه المقاربة التي اعتمدت ولكنها لن تسعف نتنياهو لأن التوقف ما بعد المرحلة الأولى لا يقدم الكثير لأنه يشمل إطلاق صراح نساء وأطفال وربما كبار سن مرضى محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ولكنه لا يشمل المجندات على سبيل المثال اللواتي يأتي ذكرهن في المرحلة الثانية إضافة إلى أن المرحلة الأولى تضمن الملاحظات التي قدمت من الجانب الفلسطيني تتضمن سماح بعودة النازحين إلى مناطق شمال قطاع غزة هو أمر لا يتوافق عليه إسرائيل في هذه المرحلة لذلك أعتقد أن القوض في التفاصيل يبرز أيضا مشكلات كبرى تواجهها الحكومة الإسرائيلية التي يعتقد أن هذا اليوم سيكون يوما حاسما في دراسة الملاحظات التي قدمت من الفصائل الفلسطينية واللقاء التي سيعقد مع بلينكين وفق متابعتك سيد خليل مع هذه الزيارات المكوكية لبلينكين هو اليوم في إسرائيل والمباحثات حول هذا الاتفاق ألم تستشف بأن هناك مؤشرات ماء للدفع نحو هذه التهدئة بضغط من واشنطن وبأي ثمن ولو لمدة زمنية قصيرة نعم صحيح خاصة مع التهديدات المحدقة في الضفة الغربية مع شهر رمضان نعم هناك إشارات واضحة بأن الولايات المتحدة تدفع باتجاه إطالة أمد وقف إطلاق المال إذا أطفحت ممكن وبالتالي خلق ظروف لا تسمح باستمرار العمليات العسكرية إدارة بايدن لا تحتمل استمرار العمليات العسكرية وفق الجدول الزمني الذي يتحدث عنه نتنياهو ووزير الحرب جلنط الذي يمتد إلى أشهر لأن الانتخابات الرئاسية باتت على الأبواب وحسابات الربح والخسارة في هذه الانتخابات بالنسبة للرئيس بايدن أصبحت حاسمة وعلى الأرجح أن بلينكس يحاول أن يضغط أكثر فأكثر على الجانب الإسرائيلي لقبول بوقف إطلاق نار ممتد أي أنه يستمر على مراحل ولكن لفترة تتراوح ما بين شهرين وفي بعض الحالات يجري الحديث عن أربع أشهر وهذا الأمر بالتأكيد أنه مهم بالنسبة للولايات المتحدة لكن هذا ليس العامل الوحيد هناك عامل آخر يتعلق بالضغوط الداخلية التي يواجهها ناتنياهو والحلفاء المتطرفين سواء من عائلات الأسرة والمحتجزين أو حتى من أطراف المعارضة وحتى من داخل مجلس الحرب نحن سمعنا يوم أمس آيزين كوتو هو وضو مراقب في مجلس الحرب من حزب بني يانس قال بوضوح أن تمام ويجب نفع التمام من رام الله الكاتب السياسي خليل شاهين شكرا جزيلا لك أكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية مشددة في ذات الوقت على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروع وأكدت الخارجية السعودية دعوتها للمجتمع الدولي وخصوصا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مشيرة إلى أنه لن يكون هناك علاقة ديبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم وقف الهجوم الإسرائيلي والانسحاب من غزة كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقة ديبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر